اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أما في بيتك الشيء ما عندك بالبيت شيء أطراف على الهل قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه الهلس بطانية رئيئة يلي كان يوزعوها بالجيش بطانيات رئيئة هاي الهلس منمت بعضها ونضغط ببعضها وقعب نشرب فيه الماء قعب سفل الإدري إدري مكسورة بقيان نص ستة تاني قام يعبوا فيه شوية مي يشربوا فيه فقال صلى الله عليه وسلم اتني بيهما روح بيهم ما فيه بالبيت غيره وقديش البيت فقير ما عنده غير سفل الإدري والخيشة يعني شافت خيشة فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بالمسجد قال من يشتري هاذين من يشتري هاذين بالجامع وكان العباد نحول إلى سوء نبي رسول الله من يشتري هاذين فقال رجل أنا آخذهما بدرهم بسوء اكتمل يا رسول سفل أدري ما أنه أدري أنا آخذهما بدرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم حامل من يزيد على درهم يعني شون قال بالجامع ما زاد علم من يزيد على درهم ثلاث مرات فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال نبي خذهما بارك الله لك فيه أخذ الدرهم فأعطاهما إياه وأخذ الدرهم فأعطاهما الأنصار الخددون اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك أكل بعته على البيت واشتري بالآخر قد دوما فأتني به قد دوم يكسروا فيه حطا أخذ أكل العياله وجاء الدوم للنبي عليه الصلاة والسلام فلما أتاه به شد النبي صلى الله عليه وسلم عودا بيده جاب عصاي صار ينجرها بالأدوم وحتى صار يكبس دقها حتى كبس نجار شايفيني النبوة شلون صلى الله عليه وسلم فشد عودا بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال اذهب فاحتطب وبع لاني طلعا عجبال الصحراء الشجرة اليابسة بتكسر منها اليابس وبتنزب بتبيعه اما هون ما فيه الجامل فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما خمسة عشر يوم محروم من صلاة الجماعة خمسة عشر يوم محروم من مجالس رسول الله خمسة عشر يوم محروم من مجالس العلم خمسة عشر يوم بعد عن الجامع كسهل ما فيه بالإسلام بالإسلام عمل شو عم تشتغل نوالله ما فيه شغل شو ما فيه شغل شو عمت أحد عم تساوي عم يضيع وقاته ففي الإسلام ما فيه ضيع وقاته قال وَلَا أرينك خمسة عشر يوم يلا خوض مع السلام يوم بده يروع الصحارة شجر الصحراء هذا العرق يابس كسره هذا العرق يابس كسره منهم ننفع الشجرة أنه أمن عننا اليابس ومنه هو انتفع نزل باعه بالسوق وعم يأكل أكل أحيانه قال فأصاب ففعل وجاء فأصاب عشرة دراهم خمستاشر يوم لحق عشر عشر فغنقات عشر ليرات عشر ليرات فاشتر ببعضها ثوبا وببعضها طعاما وجل عن النبي لابس فقال أنه رسول الله صلى الله وسلم هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة اللي بيسأل بيجي وشهم جرح يوم القيامة من السؤال في رواية النبي قل له أما هذا خير لك ممن جلوسي في المسجد هذا مو أحسن لا أما أن هذا خير ترجمة نانسي قنقر